طيب خلينا نشوف تريند الاهلي فيه النهاردة وكلام اكيد كله بيتعلق بمباراة الامس تحديدا بعد التعادل في الجولة قبل الاخيرة من بطولة الدوري المحسوم للنادي الاهلي امام فريق بيرميدز نبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الاهلي على تويتر واللي قاله روح اداء كتال ننتظر منكم المزيد يوم السبت اللي هو يوم مباراة الوداد باذن الله تعالى واسقين فيكم جدا جدا وان شاء الله هتفرحوا جمهور الاهلي في كل مكان المؤذرة يا جماعة مهمة جدا جدا بالنسبة للفرقة في الوقت الحالي الاستاذ طارق انديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي على حسابه الرسمي على تويتر بيتكلم عنه مباراة الامس وبيقول دروس النادي العظيم لا تنتهي اصول وقواعد اللعب النظيف الشريف على مدار اجاله هي احدى قيمه ومبادئه افتخر بانك اهلاوي كلام في محله خلينا نروح لتويتر اخرى من كابتن الكبير كابتن واقل جمعة والصورة النادي الاهلي في خط دفاعه والصورة مصر طبعا اكيد واللي قال الاهلي ومثال اخر للعب بنزاهة وشرف ودون حسابات بالرغم من مخاوف اصابة اللاعبين الاساسيين قبل مباراة مصرية في غياب بعض اللاعبين يا رب نتعلم ففي الحقيقة طبعا كلام برضو مهم جدا من كابتن واقل جمعة طيب خلينا نروح لديانج نجم المباراة بالامس وده من خلال احصائية لحساب في الجول على تويتر وبيقولوا ان ديانج استرجع الكرة للاهلي عشرين مرة خلال المباراة منهم ستة عبر الاستخلاص المباشر من لعبي بيرامدز بصراحة امر مهم وامر مميز بالنسبة لاليو ديانج قطع الكرة او قطع التمريرات كم مرة تلات مرات وحقق نسبة نجاح في التمريرات تسعة وتمانين في المية ومن بين تمريراته النجاحة خلق فرستين محققتين لفريقه نجح كذلك في تلات مراوغات مية ديئة من كسح الالغام ما شاء الله عليه ربنا يحمي يا رب من الاصابات قاليو ديانج العيب مهم جدا طيب كهرباء حساب الجول على انستجرام بيقولوا ان الكهرباء يسافر مع الاهلي للمغرب وإحنا أكدنا على حرارتكم المعلومة دي وفرسته قائمة للعب ضد الوداد ده حقيقي الفرصة قائمة بس هتترتب على مدى تطور الحالة خلال الايام القليلة قبل موبراتي ومستفت بإذن الله تعالى طيب من ضمن الامور كمان اللي حنتكلم فيها مع حضراتكم او اللي حنرصدها على السوشيال ميديا وهي بتتعلق بالنادي الاهلي حساب جول مصر على تويتر قالوا تقرير الأشعة تثبت إصابة محمود كهرباء لعب الاهلي بشد في العضلة الخلفية بعد إصابته في لقاء بيراميدز أمس أهم حاجة أن كهرباء أول محس خرق ده كان أمر مهم جدا اللعب تأخذ على الجلسات علاج وتأهيل المكسفة من أجل اللحاق بلقاء الوداد المغربي السبت المقبل في زهاب نصف نهاية دور الأبطال احنا قلنا كل التفاصيل اللي تتعلق به كهرباء لحضراتكم مع بداية الحلقة او مع منتصف الحلقة خلينا نروح لفاصل سريع بعدين كم يلا وين